موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في الحديث السابع من باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وهذه الخطبة تتضمن عيون مسائل التوحيد بيّنها الإمام عليه السلام مقتبسا من القرآن الكريم وبيانه بعبارات وجيزة وبليغة وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول عليه السلام لا تستطيع عقول المتفكرين جحدة لأن من كانت السماوات والأرض فطرته وما فيهن وما بينهن وهو الصانع لهم فلا مدفع لقدرته في هذا المقطع يبين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن الذين يعملون فكرهم ويتفكرون هؤلاء بعقولهم لا يتمكنون من إنكار الخالق لماذا؟ لأن هذا الصنع العظيم كل ذي عقل يعلم بأنه لا يمكن أن يوجد بدون خالق وهذا هو الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان والعقل الذي حباه الله سبحانه وتعالى للناس وإذا نشاهد الآن ناس ملاحدة وهم علماء في علم الفيزياء مثلاً أو في علم الفلك أو في علوم أخرى من العلوم التجربية هؤلاء في الحقيقة ينكرون باللسان لكن قلوبهم ترشدهم إلى وجود الله سبحانه وتعالى بعبارة أخرى هؤلاء ابتلوا بردود أفعال هذه ردود الأفعال تسبب أن لا يستجيبوا لنداء العقل الإنسان في بعض الأحيان لا يعيش في ردود الأفعال فهنا عقله يرى بوضوح وهو يستجيب لرؤية العقل لكن الإنسان الذي يبتليه بردود الفعل ردود الأفعال قد تغطي على عقله فهو في الحقيقة مذعن قلباً متيقن لكن يجحد باللسان نتيجة ردود الأفعال يعني الآن بعض العلماء من العلوم في العلوم التجربية في الغرب هؤلاء ملاحدة لماذا هؤلاء ملاحدة؟ بسبب أن الكنيسة في القرون الوسطى حاربت العلم التجربي لأن التوراة والإنجيل المحرفين فيهما أباطيل كثيرة لأنهم كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله في بعض الحقائق بعض ما نزل على موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وبعض ما نزل على عيسى عليه السلام لكن فيه خرافات كثيرة العلم كان يتطور فوجد هذه الخرافات في التوراة والإنجيل فبدأوا بذكر بطلان هذه المطالب التي هي موجودة في هذين الكتابين فبدأت الكنيسة بردود أفعال في محاكم التفتيش قتلوا كثيرا منهم أحرقوهم والكثير منهم اضطر أن يظهر التوبة لينجوا بجلدته لكن صراع العلم مع الكنيسة استمر لسنوات طويلة إلى أن تمكن العلم من التغلب على الكنيسة وهذا سبب حالة من ردود الأفعال لا باتجاه الكنيسة فقط ولا باتجاه التوراة والإنجيل فقط بل باتجاه الدين وهذا طبيعة كثير من الناس يعني بدل أن يحصروا ردود الفعل في من ظلمهم في من آذاهم ردود الفعل تنعكس عليه وعلى عقيدته وعلى أكثر من ذلك فلذا صارت موجة إلحاد لكن كلما العلم يتطور أكثر موجة الإلحاد بدل أن تنتشر أكثر هي في ضمور أكثر لأنه كلما الزمان ابتعد ردود الأفعال تقل وهذا أمر طبيعي لذا إذا واحد يتفكر لا أنه يغلق باب التفكير مرة الإنسان يغلق باب التفكير لأنه الذي ابتليه بردود الأفعال يغلق باب التفكير عادة لكن الذي يفكر لا يتمكن من جحد الرب لعظيم ما يرى من قدرته سبحانه وتعالى لذا الإمام يقول لا تستطيع عقول المتفكرين يعني باعتبار تفكرهم يمكن واحد يكون في زاوية نابقة لكن أغلق باب تفكير هذا يمكن ينكر لكن إذا تفكر حينئذ لا يستطيع أن ينكر لا تستطيع عقول المتفكرين جحده وهذا الذي يجحد إما لم يتفكر لم يعمل فكرة أو ردود الأفعال سببت أنه ينكر ويجحد مع أن قلبه مطمئن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لماذا لا يتستطيع عقول المتفكرين جحده العلة لعظيم الصنع لأن من كانت السماوات والأرض فطرته فطرته السماوات والأرض مخلوقات له الفطرة بمعنى الخلقة الفطر بمعنى الخلق هو أصل الكلمة الفطر الشق في الجدار مثلا يسمى فطر وسمي الخلق فطرا لأنه كشق جدار العدم لم يكن شيء ثم هذا العدم كأنه شق بالوجود بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن يعني خلقهن كما في سورة الأنبياء والله سبحانه وتعالى عظيم صنعه وقدرته في السماوات وفي الأرض العرض وفي الأرض آيات للموقنين السماوات كذلك وما في السماوات وما بين السماوات والأرض يعني الآن بين السماوات والأرض ترى مثلا الغيوم السحب الموجودات التي تطير بين السماء والأرض الآن العلم الحديث اكتشف هناك أغلفة بين السماء والأرض مثلا كغلاف الأوزون والغلاف الجوي وما إلى ذلك هذه بين السماء والأرض وفي السماء نجوم وكواكب وكلما العلم تطور الإنسان يندهش بعظيم صنع الله سبحانه وتعالى في السماوات لقد رأى من آيات ربه الكبرى الرسول حينما عرج به إلى السماء رأى آيات الرب الكبيرة فسا هاي الآيات هل هذه المخلوقات من ضمنها أو شيء أعظم من هذه المخلوقات كالحجب النورانية مثلا وما إلى ذلك ذاك أمر آخر لكن التعميم في الآية وعدم التقييد يدل على أن الآيات المخلوقات الكبيرة في السماء موجودة وكذلك في الأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات وملكوت الأرض يعني الملك العظيم الذي هو في الأرض لأن من كانت السماوات هو الأرض فطرته وما بينهن يعني بين السماوات والأرض كما قال سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وهو الصانع لهن يعني الخالق فطرهن وصنعهن لأن الله سبحانه وتعالى الصانع كما في قوله تعالى في سورة النمل صنع الله الذي أتقن كل شيء فلا مدفع لقدرته هنا في الكلام إجاز بليغ يعني هذه السماوات والأرض كما تدل على وجوده تدل على قدرته لأن هذه الآيات العظيمة لا تصدر إلا من شيء هو أعظم منها ولا يمكن أن تكون الطبيعة العادمة للشعور أعظم من هذه السماوات والأرض بحيث تقول أن هذه السماوات والأرض وجدت صدفة وهذا بديهي البطلان ببديهة العقل بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر الذي نأى من الخلق فلا شيء كمثله الله سبحانه وتعالى بعيد عن الخلق لا بمعنى البعد المكاني لأن الله سبحانه وتعالى خالق المكان وليس هو في المكان هو محيط بعلمه وقدرته بالأماكن نسبة الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى نسبة واحدة لا معنى أن نقول إن فلان في المكان أقرب أو في المكان أبعد وإنما القرب والبعد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى يعني المخلوقات قربهم وبعدهم إلى الله سبحانه وتعالى هذه في الرتبة المؤمن قريب إلى الله الكافر بعيد عن الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى أن هذا مكان أقرب إلى مكان الرب كلا لأن الله ليس في مكان وإنما بمعنى أن هذا رتبة رتبة قريبة إلى الله سبحانه وتعالى القرب المعنوي وليس القرب الزماني أو القرب المكاني ذاك هم البعد بعد في المرتبة وليس البعد المكاني أو البعد الزماني لا كما يقول بعض المجسمة من منتحلية الإسلام أن الذي على المنارة أقرب إلى الله من الذي على الأرض فإذا كان الذي على المنارة كافر والذي على الأرض مؤمن فيكون الكافر أقرب إلى الله من المؤمن والعياذ بالله من تشبيههم لأنهم يعتبرون الرب سبحانه وتعالى كسائر الأشياء يمكن القرب والبعد المكاني بالنسبة إليه كلا القرب والبعد بالمرتبة المؤمن الذي هو على الأرض هذا بالمرتبة قريب إلى الله والكافر الذي هو فوق بناية من مئة طابق مثلا هذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى في المنزلة فإذن الذي نأى من الخلق يعني رتبته سبحانه وتعالى فوق الخلق تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات بالمرتبة وأنه تعالى جد ربنا الله سبحانه وتعالى رتبته فوق رتبة المخلوقين لأنه هو الخالق وهم المخلوقون هو الواجب وهم الممكنون هو الكمال المطلق وهم النقص المطلق فبسبب أنه الخالق ليس كمثله شيء فما تقدر تشبه شيء به لأنه لا يوجد هناك سنخية بينه وبين المخلوقات في كل الأشياء يختلف عنها وجوده يختلف عن وجود المخلوقات علمه يختلف عن علم المخلوقات قدرته تختلف عن قدرة المخلوقات لا سنخية بينها اللفظ واحد لكن المعنى يختلف لا يصح أن تقول أنا موجود والله موجود فأنا شابهت الله كلا هذا الكلام كفر أنا موجود والله موجود معنى الوجود في الله سبحانه وتعالى يختلف عن معنى الوجود فيه أنا عالم والله عالم لكن علم الله يختلف عن علمي وهكذا وأهلهم جرى في سائر الصفات وقد مر تفصيل ذلك الذي نآ من الخلق يعني تعالى عليها رتبته فوق رتبتها فلا شيء كمثله لماذا الأشياء لا تشبه الرب لأنه فوقها في الرتبة فلذا هو منزه عن جميع صفات المخلوقين والمخلوقون لا يتمكنون من أن يتصفوا بصفاته الذي نآ من الخلق فلا شيء كمثله بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر وهذا المقطع أنه الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا عبثا وإنما خلقهم لغرض ولذلك أقدرهم على ذلك الغرض يعني الكفار كانوا يتصورون أن الله خلق السماوات والأرض عبثا المشركون هكذا كانوا يتصورون لذا يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خلق الإنسان ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لكن مع ذلك كانوا يشركون زيلا لماذا خلق عبث لذا أنت عندما تموت تنتهي الآية والآيات تردهم خلقكم ليس عبثا وإنما الخلق لغرض لهدف الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يعبث الذي يعبث إما ليس بحكيم وإما يحتاج إلى العبث الطفل يلعب لماذا يلعب؟ لأنه يحتاج إلى اللعب نموه في لعبه الكبير يلعب لماذا يلعب؟ لأنه يعبث لا غرض له لكن الحكيم لا يعبث الكمال المطلق لا يعبث الله سبحانه وتعالى لا يعبث فلذلك هذا من أدلة المعاد أن الله لا يعبث وحتى في القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذا الترتيب كأنه لبيان أنه لو لم يكن هناك معاد كان خلق الناس عبثا والله سبحانه وتعالى لا يعبث لأنه حكيم العبث إما لنقص أو لعدم حكمة والله سبحانه وتعالى هو الكمال ليس فيه نقص وهو الحكيم إذن خلق الإنسان لماذا خلق؟ هناك غرض أدنى وغرض أقصى وكل الغرضين بينتهما آيات من القرآن الكريم الآية الأولى قوله تعالى في سورة الذاريات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى إلا لكي يعبدوه هذا هو الغرض الأدنى زين إذا عبدوه الغرض الأقصى يتحقق وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لذلك يعني للرحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين يجوز فيه التذكير والتعنيه لأن الرحمة مصدر إلا من رحم ربك ولذلك يعني للرحمة خلقهم فإذن الله خلق الإنسان لكي يرحمه لكي يرحمه وهذا الغرض الأدنى كيف الإنسان يكون قابل لهذه الرحمة الرحمة الخاصة بسبب العبادة وَمَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ لأن الله سبحانه وتعالى قادر وخلق الخلق لا ينقصه شيء يعني الله سبحانه وتعالى كل هذا الخلق خلقه كل هذه السماوات والأرض والناس وهذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لم يتغير منه شيء لم ينقص منه شيء وما مسنا من لغوب تقول تعب مثلا أو نصاب أو ما إلى ذلك كلا الله يخلق مجرة ويخلق ذرة لا فرق فالله سبحانه وتعالى إذا خلق لا ينقص منه شيء مزين يقدر على الخلق ويقدر على الرحمة إذا لم يخلق هنا يجي السؤال لماذا لم تخلق إحنا مثلا إذا نفعل فعل هذا الفعل يكلفنا يكلفنا وقت يكلفنا أعصاب يكلفنا مال فإذا لم نفعل يقال لماذا لم تفعل أقول لأنه كان يكلفني الكثير لم أفعله لكن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ليرحم هذا الخلق ولا يكلفه شيء يعني قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق وحين خلق الخلق لا تغير في ذاته من أي جهة من الجهات إذا لم يكن يخلق كان مثار السؤال لماذا لم يخلق عدم الخلق هو خلاف الحكمة فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم والله سبحانه وتعالى يرحم الجميع بالرحمة العامة كما قال سبحانه وتعالى رحمتي وسعت كل شيء نفس الخلق هو رحمة والله سبحانه وتعالى يمتع حتى الكافر هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر فأمتعه قليلا في الدنيا هذه الحيوانات التي خلقت هذه لا تكليف عليها لا جنة ولا نار لها لأنها ليست مكلفة باعتبار أنها ليست عاقلة والتكليف على العقل الله سبحانه وتعالى خلقها يرحمها بهذه الرحمة يعني هذه الحيوانات هي كم يوم في هذه الدنيا تعيش هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى لها هذه الرحمة العامة التي شملت الحيوانات وشملت الكفار وشملت المؤمنين وشملت الجميع رحمتي وسعت كل شيء لكن هناك رحمة خاصة هذه الرحمة الخاصة الوصول إليها بحاجة إلى جهد من الإنسان الآية تقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الرحمة الخاصة بالجنة والرضوان من الله سبحانه وتعالى هذه الرحمة الخاصة بحاجة إلى قابلية الإنسان كيف الإنسان يكون قابلا لتلك الرحمة الخاصة؟ بجهده، بعمله، بإيمانه، بعمله الصالح فإذن الإمام يقول الذي خلق خلقه لعبادته الله لا يحتاج إلى عبادة الناس يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين الله سبحانه وتعالى أمرهم بالعبادة لمصلحتهم لا أنه يحتاج إلى عبادتهم إذا كل الناس كانوا يكفرون الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء لا يحتاج إلى إيمانهم وإنما الله سبحانه وتعالى يرحمهم لذلك بيّن لهم طريق الرحمة الخاصة عبر إرسال الرسل وإنزال القوانين السماوية في العقيدة وفي العمل الذي خلق خلقه لعبادته وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم زين الله سبحانه وتعالى يريد أن تصل إلى الرحمة الخاصة في الجنة والرضوان يخلق الإنسان بكيفية اللي يتمكن من الوصول إلى ذلك لأنه إذا لم يتمكن الإنسان كان الخلق لغو عبث والله منزه عن ذلك لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الاختيار لكي باختياره وعبر إدراكه العقلي يصل إلى طريق الرحمة ويسير في ذلك الطريق وهو الإيمان والعمل الصالح حتى يصل إلى النتيجة وهي الجنة والرضوان لذا يقول وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم يعني بما جعل فيهم من العقل ومن القدرة على تنفيذ الأوامر لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كما في سورة الطلاق وفي آية أخرى إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله سبحانه وتعالى يريد أن تصل إلى الجنة طريق الوصول إلى الجنة اللي هي الرحمة الخاصة العبادة زيان لازم الإنسان يكون عنده عقل حتى يعود لازم يكون عنده قدرة على العبادة الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة أنت تقدر على الصلاة تركع تسجد مثلا تقرأ القراءة حتى إذا واحد عاجز الله سبحانه وتعالى رفع عنه ما يعجز عنه إذا واحد لا يتمكن من القيام مثلا مشلول وهو نائم يصلي مثلا حتى بالنسبة للصلاوات عدنا حتى بالنسبة للغريق واحد في البحر انكسرت السفينة وهو معلق بلوح حان وقت الأذان يصلي هسا ما يقدر يتوضى ما يقدر يراعي القبلة لا يتمكن من الركوع ولا السجود ولا يتمكن من الاتيان بالأركان الأخرى هناك صلاة للغريق بدل كل ركعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني هو في حالة الغرق هم في صلاة له لأن الله سبحانه وتعالى يريد يرحمه بالرحمة الخاصة حتى في ذلك الوقت بمقدار قدرته لا يتمكن من الركوع سقط عنها الركوع بمقدار قدرته يصلي وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم الآن الأشاعر يعتقدون بأنه الله سبحانه وتعالى يمكن أن يأمر الإنسان بما لا يستطيع تكليف ما لا يطاق يمكن هكذا يزعمون يعني الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان مثلا أن يرفع مثلا مليون كيلو بيد واحدة يقولون الله يصح أن يأمر بهكذا أمر وإذا الإنسان لم يتمكن من فعله هذا الآمر يستحق العقوبة يصح أن يعاقب لكن الله بلطفه لم يأمر هكذا آمر لكن هذا الكلام خلاف العقل لأنه أن تكلف الشخص لا يقدر على شيء ثم تعاقبه هذا الظلم والظلم قبيح والله سبحانه وتعالى منزه عن القبيح وليس المراد من ما لا طاقة لنا به يعني ما لا نتمكن فعله لا طاقة لنا به يعني شاق علينا جدا مثلا الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان باليوم والليلة مثلا يصلي ألف ركعة الإنسان يقدر بقدرة عقلية أن يصلي في اليوم ألف ركعة نعم يقدر هذا يستغرق مننا مثلا عشرين ساعة أو يستغرق مننا ستعاش ساعة لازم ستعاش ساعة وعشرين ساعة يكون في صلاة هل الإنسان يقدر على ذلك؟ نعم أما لا طاقة لها له بذلك يعني هذا العمل شاق جدا أو الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تصوم إلى حد الموت أن لا تأكل ولا تشرب أيام إلى أن تموت هل أنت تتمكن من أن تصوم هكذا صوم؟ نعم تتمكن من هذا الصوم لذا بعض الناس يضربون عن الطعام في بعض السجون إلى حد الموت الإنسان يقدر على أن لا يأكل إلى أن يموت لكن هذا لا طاقة له به يعني هذا شاق جدا عليه الله سبحانه وتعالى لم يأمر به هكذا أوامر أمر باليوم والليلة سبعة عشر ركعة الصلوات اليومية أسبوط عشر ركعة لا تكلف إلا عشرين دقيقة مثلا زين عشرين دقيقة في أوقات متفرقة الإنسان يصلي هذا له الطاقة فيه أو يصوم في شهر رمضان السنة شهر واحد وإذا هو لا يقدر على ذلك مثلا مريض يسقط عنه إذا لا يتمكن من الصلاة من قيام من جلوس يصلي لا يتمكن من جلوس هو نائم يصلي إذا مثلا أفرض مشلول أو لا يتمكن من الحركة فالشريعة سهل سمحاء الله سبحانه وتعالى هذه التكاليف الذي كلفنا بها أقدرنا عليها وأقدرهم على طاعته بما جعل فيهم من العقل ومن القوة هذا مقطع من هذا الحديث وهذه الخطبة المباركة إن شاء الله سائر المقاطع سنتلوها في حلقة قادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة